بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف التاسع في الجزء الثاني من درس ممتلكاتنا العامة عنوان انتمائنا نكمل أعزائي الطلبة بقية فقرات هذه المقالة الاجتماعية نقرأ وحماية هذه الممتلكات يتطلب تضافر جهود فئات المجتمع كافة وكل هيئاته التربوية والإعلامية والشراطية والقضائية فالأسرة تتحمل المسؤولية الأولى في غرس خصال الانتماء الوطني والمجتمعي وتنشئة أبنائها التنشئة الحسنة ومراقبة سلوكهم وتوجيههم نحو الحفاظ على تلك الممتلكات ورعايتها فهي الحضن الأول والقدوة الحسنة التي يتلقف منها الصغير سلوكاته وأخلاقه لينشأ نشأة قوية يرجوها له والداه ومجتمعه وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه الفكرة الجزئية في هذه الفقرة أعزائي الطلبة دور الأسرة في حماية الممتلكات العامة ونقرأ في هذه الفقرة كلمة خصال مفردها خصلة وهي الصفات سؤال كيف تسهم الأسرة في حماية الممتلكات العامة؟ تسهم الأسرة في حماية الممتلكات العامة من خلال غرس خصال الانتماء الوطني والمجتمعي تنشئة أبنائها التنشئة الحسنة مراقبة سلوك أبنائها وتوجيههم نحو الحفاظ على تلك الممتلكات الصور الفنية في قوله غرس خصال الانتماء الوطني شبه الخصال الأخلاق بالشتلة التي تزرع دلالة على أن الانتماء يؤسس له منذ الصغر وفي قوله يتلقف منها الصغير سلوكاته وأخلاقه شبه السلوك والأخلاق بشيء مادي يرمى فيتلقف الفقرة التي تليها نقرأ أعزائي الطلبة وتتحمل المؤسسات التربوية والإعلامية بأنواعها مسؤولية مشتركة في تكريس تلك الخصال وبيان الأثر السلبي للاعتداءات وحجم ما يترتب عليها من خسائر يتكبدها المجتمع على حساب حاجات المواطن الأساسية وخطط تطوير مستوى الخدمات التي تقدم له الفكرة الجزئية في هذه الفقرة دور المؤسسات التربوية والإعلامية في حماية الممتلكات العامة معاني المفردات التكريس الضم والبناء التكبد المشقة والعناء سؤال كيف تسهم المؤسسات التربوية والإعلامية في حماية الممتلكات العامة؟ الإجابة تسهم المؤسسات التربوية والإعلامية في حماية الممتلكات العامة من خلال تكريس الخصال التي زرعتها الأسرة في أبنائها وبيان الأثر السلبي للاعتداءات وحجم ما يترتب عليها من خسائر جموع ومفردات خسائر جمع مفردها خسارة خطط جمع مفردها خطة الأثر جمعها آثار الفقرة التي تليها نقرأ أعزائي الطلبة أما جهاز الشرطة والقضاء فيقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة في ردع الأيد العابثة وإيقاع أشد العقوبات التي ينص عليها القانون على العابثين بالممتلكات العامة ذلك أن من لم يردعه القانون عن المس بالممتلكات وتخريبها استمرأ ذلك ونقله إلى أقرانه وأصدقائه الفكرة الجزئية ذور جهازي الشرطة والقضاء في حماية الممتلكات العامة ونقف في هذه الفقرة أعزائي الطلبة على كلمة استمرأة ومعناها اعتاد الأمر وتقبله وكذلك أقرانه معناها أبناء جيله سؤال ما دور جهازي الشرطة والقضاء في حماية الممتلكات العامة؟ الإجابة ردع الأيد العابثة بإيقاع أشد العقوبات التي ينص عليها القانون على العابثين بالممتلكات العامة الفكرة الأخيرة نقرأ أعزائي الطلبة إن من مقتضيات الانتماء المجتمعي الفاعل اشتراك الأفراد والجمعيات التطوعية والأهلية في الحفاظ على المرافق العامة وتطوير القائم منها وتحسينه مواكبة للتطور العلمي والتوسع العمراني والزيادة السكانية المطردة التي تتطلب توفير مزيد من المرافق الضرورية للخدمات العامة الفكرة الجزئية الانتماء المجتمعي الفاعل ونقف في هذه الفكرة أعزائي الطلبة على كلمة مقتضيات ومعناها ضرورات مفردها مقتضى وكذلك كلمة المطردة ومعناها المتسارعة المستمرة سؤال الفقرة أعزائي الطلبة كيف يتحقق الانتماء المجتمعي الفاعل؟ باشتراك الأفراد والجمعيات التطوعية والأهلية في الحفاظ على المرافق العامة وتطوير القائم منها وتحسينه موسيقى ننتقل أعزائي الطلبة إلى أسئلة عامة حول الدرس السؤال الأول النص الذي تناولناه مقالة اجتماعية نشرح عناصر هذه المقالة العنصر الأول المقدمة جاءت في فقرة واحدة وفيها تعريف عام للممتلكات العامة وذكر لبعض الممتلكات العامة المنتشرة بيننا العنصر الثاني العرض جاء في ست فقرات حملت كل فقرة فكرة جزئية تتصل بالموضوع العام العنصر الثالث الخاتمة جاءت في فقرة واحدة وفيها تذكير أو تلخيص بأن حماية الممتلكات العامة واجب على كل فرد وأهمية إسهام الأفراد والمؤسسات في تطوير هذه الممتلكات السؤال الثاني كيف نتصرف في الحالات الآتية؟ الحالة الأولى شاركنا في رحلة إلى حديقة عامة ونريد أن نشعل النار لإعداد وجبة غداء كيف نتصرف أعزاء الطلبة؟ نحرص على إشعال النار في المكان المخصص لذلك ونتأكد من إطفاء النار جيدا بعد الانتهاء ونعيد المكان كما كان عليه الحالة الثانية لاحظنا تسرب الماء في الشارع من أحد خطوط المياه العامة ماذا نفعل؟ نقوم مباشرة بتبليغ الجهة المسؤولة كالمجلس أو البلدية السؤال الثالث نكتب فعل كل مصدر من المصادر الآتية لدينا المصادر تهيئة مواكبة حفاظ انتماء تطوير زيادة نريد أن نعرف فعل كل مصدر من هذه المصادر تهيئة فعله هيئة مواكبة فعله واكبة حفاظ فعله حافظة انتماء فعله انتماء تطوير فعله طورة زيادة فعله زادة مهمة تعليمية أعزائي الطلبة نكتب أسماء الممتلكات العامة في حينا وكيفية الحفاظ عليها وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا وأرجو منكم أعزائي الطلبة أن تكونوا ممن يحافظ على الممتلكات العامة وممن يسهم في توعية أفراد المجتمع في المحافظة عليها وقبل أن أسودعكم أريد أن ألفت انتباهكم إلى أنه يمكنكم مشاهدة هذه الحصة عبر الرابط أو الكود الموجود في أسفل الشاشة علما نافعا وجهدا مثمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة